طيب عندي كده قصة وموضوع عايزين نتكلم فيه كويس جدا ونركز كويس في الكلام اللي أنا أقوله علشان خطر الكلام ده خصير جدا والكلام ده يعني حضراتكم هتبدأوا تسمعوا وتشوفوا في وسائل الإعلام في الفترة القادمة النهاردة كان فيه مؤتمر صحفي لنادي باوك اليوناني نادي باوك اليوناني زي ما حضركم عارفين بيلعب لي لعبنا عمر ورد وبالتالي كان فيه سؤال صريح على مستقبل اللاعب هل نادي باوك هيتعامل إزاي الفترة القادمة مع عمر ورد طبعا ماريو برانكو المدير الرياضي لنادي باوك اليوناني هو اللي كان بيتكلم في المؤتمر الصحفي بنحاول نحضر لحضراتكم فيديو فيديو من المؤتمر الصحفي والكلام كله باللغة الإنجليزية وبالتالي الكلام هيكون واضح للجميع وواضح للكل على سؤال طبعا أحد زميلنا الإعلاميين في اليونان بيتروتس كوستس على مستقبل عمر ورده مع باوك اليوناني لكن الإجابة من ماريو برانكو كانت إجابة واضحة وصريحة ومحددة وقال أنه هناك لعبين لا يمتلكون الكفاءة للاستمرار مع الفريق وقال أيضا برانكو برانكو قال يعني كلام في الصميم وكلام محدد وواضح لأسادة الإعلاميين والصحفيين اللي كانوا موجودين في المؤتمر الصحفي قال وضعنا قائمة للراحلين ونتحمل مسئوليتنا لإيجاد عروض رحيل تغطي ما استثمره النادي من أموال في التعاخد مع هؤلاء اللاعبين ونتعامل باحترافية مع الموقف وهناك مسئولية أيضا على اللاعبين بأن يتعاملوا باحترافية واختتم هناك بعض اللاعبين وللأسف لم يتعاملوا باحترافية مع الموقف تاني هقول لحضراتكم اللي حصل عمرو وردة مش موجود مع فريق باوك اليوناني في معسكره استعدادا للموسم الجديد بعد ما تم إبلاغه بعدم استمراره ضمن صفوف فريق باوك عمرو وردة تم إبلاغه رسميا أنه هو مش هيكون موجود مع الفريق الأول لنادي باوك الفترة القادمة طب عمرو وردة بيعمل إيه عمرو وردة حاليا موجود مع الفريق الرديف لنادي باوك اليوناني بيتمرن لوحده وبيستعد للموسم الجديد لوحده طيب عمرو وردة مستقبله إيه؟ بالعربي كده أو بالمصري بدل الكلام الكبير اللي أنا بقوله لحضراتكم ده عمرو وردة نادي باوك مش هيسيبه نهائيا ولا هيستغنى عنه غير لما يصل لنادي باوك عرض يتناسب مع الفلوس اللي نادي باوك اليوناني دفعها لهم أو دفعها لعمر وردة ودفعها علشان يشتريه من النادي اللي كان موجود فيه علشان يقدر بعد كده يشتري لعيبة تقدر تكون موجود الراجل بيقول ان احنا دفعنا فلوس في لعيبة واستثمرناها في اللعيبة اللي موجودين عندنا فلازم نبيع اللعيبة علشان نجني الثمار اللي احنا استثمرناه فيها وبالتالي قال ان في لعيبة لا تتحمل المسئوليات ولا تتعامل باحترافية علشان كده هم هتعاملوا باحترافية في موضوع عمر وردة وبالتالي عمر وردة مستقبله في اليونان مستقبل غامض بالمرة محدش عارف عمر وردة الايام اللي جاية هيعمل ايه هل هيكمل في نادي باوك ولا هيقدر يجيب عرض انه يمشي من نادي باوك هلها نشوفه في الدورة المصري هل في نادي ممكن يقدر يشتري عمر وردة من نادي باوك في بعض الكلام بتقول انه ممكن يكون في عرض لعمر وردة في الدورة الابروسي لكن يا ترى هل هيكون على سبيل الاعارة ولا على سبيل التعاقد اعتقد ان باوك مش هيفرط في عمر وردة من اقل من اتنين تلاتة مليون يورو على الاقل علشان يقدر يحصل المبلغ اللي دفعوا والمرتبات الكبيرة اللي دفعها لعمر وردة من خلال وجوده في اليونان طيب اللي دفعوا